بسم الله الرحمن الرحيم ما يصل في أشياء مختلفة يوتي يونيتراكتي يوتي يونيتراكتي مختلفة ما هي الاستمرار هي الاستمرار والبلادر واليوريتر والكدني تحيح؟ البلادر هو المسانة والكدني قبلها في الاستمرار بعد الاستمرار يوريتر الحارب ـ ـ ـ ماالتهابات الطيب journée من المصالحات . في بعض المصلحات بنالك ت explores the sofort الاطهابات المجاري البولية . bar 같아요 اول ما يقول لك بيفيرلونيفرايتيز. يعني حصل في التهاب في الكلة في حوض المريض يكون مع الحمى وإعراض الالتهاب البول يكون عنده ألم في جنبة في الجنبة اليمين أو اليسار المكان الالتهاب المسانة 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 لا يوجد جرسوم متعايشة يمكن أن يكون هناك في الجزء الأول من الوريثرة يوجد جزء الأول من الوريثرة يوجد جرسوم متعايشة لذلك كم الأول من الوريثرة هناك بكتيريا أحيانا في المسانة هناك بكتيريا موجودة هذه من الوريثرة كبيرة هذه تستمرول تدريد جزء الوريثرة باقي أول من الوريثرة الأول تتوجد للأول يجب أن تقوم بإلتهابات البول أحسن من حبس البول فضرات طويلة باسي يورين هو مصر من حماية يعني أن الوحيد يتبول هذا نوع من الأنواع الحماية هذه هي بكتيريا تقوم بعمل 5 بكتيريا يجب أن تقوم بإلتهاب بكتيريا أكثر من عشرة للقوة 5 يقول أن الوحيد يسترائل لو كان عدد بكتيريا لا يمكن أن تقوم بعمل عندما لا يقوم بعمل حسنا نبدأ كل هذه الوحيدة يعني ايش هو نقول للإنسان صار بالإلتهاب البكتيريا لما يكون وجود البكتيريا أو يساوب عشرة صغور 5 المئلة المنطقة الوحيد إذا كان أتدام من هذا هل يقول أن 그 создberv بكتيريا باينتو ابسيليم عادة البكتيريا دية تجي وتتتسق بالابسيليم والطبلاي تتكاثر فيه وقوز انفلاميشن مالي وان ديريز يوريناري ريتانشن يعني لما يكون الواحد يحب يسلبوه الفترة طويلة تقوم البكتيريا تهاجم الابسيليم سبب الالتهابات او الريمنانت او ان الواحد يروح يتبول بس ما يكمل البول كامل يخلي في بقايا بتاع البول فاكترس بدسبوستو انفكشن طب الانسان يخلي في بقايا بول بس يعني بيده هو وقاصد ما يتبول كامل لا احيانا اللي عندهم تضخم في البرستات بروستاتيك بروبليم البرستاتيك هيبتروفيك هيبتروفي تضخم البرستات يخلي الواحد يتبول اللي يفتكر نفسه خلص البول ما يطلع كله بسبب البرستات عاملة انسدات يعني واحد بعد ما تبول وخلص وراحة السريل ثاني حيث انه عايز يتبول مرة تانية خاصة الناس اللي كانت عمت لهم قصة ربولية لفترة طويلة يعني اكتر من اسبوعين ديلا بكون عندهم هزة تانسي واحد يتبول يرجع يتبول الثاني لان البول ما خلص او الناس اللي عندهم تضخم البرستات او المرأة الحامل زيوتروس ويكون ضغط على المسانة وبعدين بيعمل له انسدات فهي لما تروح الحمام تتبول طيق راقع سرير تنام ثاني تحس ان عايز اتطر الوح تنام فبدي سموه هزة تانسي لان البلادر ما فضت يوتي اي ان فيميلس از مور زان ميلس عادة ان اليروني تراكت انفكشن اكتر في الرجال اكتر من اه سوري اكتر في النساء من الرجال اليروني تراكت انفكشن از مور كمان في الفيميلس في الفيميلس اكتر من 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 الرجال ليه طيب لان المرأة زي قد بريغننت بتتبقى حامل وثاني اليوريثرا حققت قصيرة شورت يوريثرا عشان كده عادي ترجع الجراسي من الجلد تطول اللي جوا وتاني بسبب الهرمونات هرمونات تاني بسبب حصابي والسطونس والتيومرس واحيانا نكون فيك الناس اللي عندهم سكري كمان الديبيتس مليتوس السكر ذا السكر او سبتسيميا التهابات في البول اه التهابات في الدم عادة تأدي لدساندين بكتيريا طيب فادي قلنا الحاجات فالنساء هم اكثر عرضة للتهابة البول من الرجال طيب فاقلنا بسبب ثلاثة اشياء لين نساء اكثر عرضة ليهو لانه اصلا بدقة بريغنانس واحد يحمل وثاني عندهم شورت يوريثرا والثالثة الهرمونات تاني من الاسباب الثالثة احنا قلنا هنا الفاكتر البرستات والبريغنانسي الثالثة الحصاوي وبعدين التيومر الاورام والكونجينة المارفورميشن في عيوب في التكوين بتاع الجهاز البولي وهو الهرمونات الدستيرميز والناس التهاباتي كل هذه اسباب دي كلها فاكتر بريغنانسي الثالثة احنا قلنا بريستاتيك ثلاثة تيومرس افور الكونجينة الانفكشن 5 الهرمونات الدستيربانس نمبر 6 الديابيتس السكري والسبستيمي للتهابات الدم اوليوتي ايباشن كل المرضى اللي عندهم التهابات في البول بحصل لهم حرقان في البول وفريكوينس يعني مش يتبولوا كثير وثبره بيوبك بين الالم في فوق للعانة او تحت السره في الناس التانين اللي عندهم بايلو نيفرايتيز يكون عندهم لوين بين اللي هو القلم الجنبات انفكشن وفزا كيدني ده بدور على ان في انفكشن في الكيدني وقلنا الانفكشن بتاع الكيدني ده بسميه بايلو نيفرايتيز في الاطفال بلقي عندهم ملاريا لايك ملاريا لايك سيمتمس عراضي تشبه عراض الملاريا طيب احد جاني قلينا عند حرقان في البول بمش بيتبول كده بحيث انه بعد ما اتبول بحيث البول ما اهلص ايش التحليل اللي بعمل اليهو بعمل تحليل عام للبول يورين انجونورال انكلير كونتينر بجيب لي كونتينر نظيفة ونسترالايزة نعم باخد فيها مبيدات ولا شي وبعد ذاك بقوم بجيب اليورين ده بعايل لونه البيت شو حقته الحموضة حقته بشوف لو فيه البيومين الزلال يقولك زلال في البول او سكر او في اسيتون كيتونات في البول او في بايل ماد الصفراء عادة البول المفرود يكون اسيتك حامض مش غلوي او سيمي كريستلس ما ابكن في كريستل او براديوس انفكشن او ميك او الكلائن بروتيوس هاز رييز لو لقيتو في كريستلس او بلقى في بوضطف الكلائن بسبب البرتيوس انفكشن البيومين نورمالي عادة لما اجع شوف الزلال في البول بلقوا تريز يعني حاجة بسيطة السكر وينغلقوز رينال ثريشولد اكتر من 180 يعني لو كان مستوى السكر في الدم فات المية والثمانين ده حد الكلا اكتر من كده بتطلعه في البول اللي هو اكتر من حده اللي هي الرينال ثريشولد يعني ده بقولك الرينال ثريشولد الكلا تتحمل للسكر الحد مية والثمانين اكتر من كده تطلع براديوسي ما اللي انت بتزميل التصفى في اسهر السكر بذان في الناس المصابين بالسكر انسام كاسي زي والبي جركوزيوريا ويل نورمال ثريشولد ويل زي رينال ثريشولد از نورمال لايك امبريغناسي احيانا في بعضهم الرينال ثريشولد طبيعية لكن اسهر سكر في البول ده في الحوامل لايك لانه في الحوامل الرينال ثريشولد بتقيل يعني بدل مية والثمانين حتى يسهر السكر في البول يكون مثلا مية وخمسين يسهر السكر في البول في الحوامل اسيتون الاسيتون الكيتونات ديها في الدابيتك بيشن بتعمل له اسيدوسي معنى الواحد عنده حموضة في الدم بلقى عنده اسيتون في البول لما شوف البول اسيتون الكيتونات معنى عنده جفاف بايل بحالة الناس عندهم جوندسي رغان بلقى في بايل في البول وبشوف الكوزس بتاعت الجوندس الميكروسكوبي الفيزيي يورين لما يقوم بعدك عين لليورين بالمجهر بلقى فيهن الباصلس الخلايا الالتهابية دي اكتر من خمسة وممكن نلقى ار بي سيز وبلقى ابي سيليم كريستلس if we find some could be calcium ممكن احيانا نلقى فيك كريستل يعني زي فتاتفيت كده كريستلس الكريستلس ديها قلنا if we found some could be calcium وممكن تكون calcium وممكن تعملين حصاوي بعدين دي او amorphous phosphate او amorphous oxylate لو كدرت شديد بيزي عمليه حصاوي cost لما اقول فيه rbc cost ولا اقول فيه highline cost أو granular cost معناها ايش معناها في destruction وفزا تشوف وفزا كدني معناها تكسرت الانسية بتاعت الكيلة برقى فيه granular destruction لو يقول لي granular cost معناها destruction اللي قلو مريولاي لو قلو لي هايالاين cast معناها فيه تكسير الملمين للانابيب التيبيولس ويقول لي cellular cost واسوا الشي ممكن نلقى في البول ايش والقى فيه ovum بويضات مثلا الناس اللي عندهم بالهارسة الشيستنسومة هيميتوبيوم أو trichumonas discharge of vagina mixed with urine كون دي اللي هي الالتهابات التناسلية دي كون طلعت من الفاجينا ودخلت مع البول أو yeast الفضريات دي like candida طيب كيف انا اتأكد انه اقول فيه لان دا فيه الالتهابات البول اول حاية indication of infection انه فيه الالتهاب في البول ألقى في بايوريا ألقى البصص في اليورين اكتر من 5 5 more than five cells or more or uncountable لا تقدر تعدهم happiness insignificant bacteria حياة لما يكون هناك بكتيريا في البول كثيرة شديد وعادة لما اعمل مزرعة في البول بلقى في البكتيريا في اليورين اكتر من 10.5 في الملل الواحد لا نقوم بكتيريا نقوم بكتيريا لا نستطيع بكتيريا بكتيريا في الناس قبل أن نعطي الناس يجب أن نقوم بكتيريا يعني يقول لك احنا عادة ما نقدر لو عملنا يورين انالسيس بس كده ما نقدر نحسب البكتيريا نزرع البكتيريا في الناس وفي فون بايوريا لو لدينا إنسان عنده في البول البصل قبل أن نعطي الناس قبل أن نعطي الناس يجب أن نقوم بكتيريا نعمل مزرعة بول يعني استرائل كنتينر كنتينر رضيفة أقوم أخذ مزرعة أول ما ألقى بايوريا طوال إيش أسوي أعمل يورين كالشر مزرعة بول نحن نقوم باكتيريا نحن نقوم باكتيريا نحن نقوم باكتيريا نحن نقوم باكتيريا في فون بايوريا قبل أن نعطي الناس حسن نقوم بتنزرعة طيب طيب لما أنا أزرع البول دية أعملت أزرع بول إيش استخدم ميتسترين يورين أاخد البول من نصه ما الأول في بدايت وليه لأنه فارس يورين بي باس وإيش أنه ي تكون في باكتيريا قاعدة في اليوريس لما بتعملها هوش يصرب هي باكتيريا لا أنا اخلي البول أول يمشي وأخذ من نص البول يعني إحنا لما نجي نعمل التزريع بين خطه في درية حرارة 37. أمثل البكتيري التي تسبب الالتهابات في البول. الايكل لاي. أكثر واحدة طبعا. الايكل لاي. سابروفيتكاس. سابروفيتكاس دي القرام بوزوتيف. والكلابسيلا. كلاب زي الكلاب. كلابسيلا. والسودومونس. السودومونس دايما الناس اللي عندهم مقسطرة. والسترطوككاس في كالس. ودي كمان جرام بوزوتيف في كالس. واحدة من أسباب الالتهابات البول. if they do not know the exact species we could perform يكون live form isolated. يعني عدد اللي لو ما عملنا و they do not extract the species ما حصلنا the species دية. آآ وبعد ذاك ممكن تكون قرام بوزوتيف باسل لاي. مسا زي الايكل لاي. but this is not identified to species level. then we perform antibody sexability. most antibiotic to be used ciprofloxacin. antibiotic sexability. الهيو sensitivity test. دي ما بقولو. يعني انا طلعت لي جرسوما لقد قرام نقط في بكتيريا معناها هي غالبا ايكل لاي. اقوم اعمل antibiotic a-b antibiotic sensitivity. اكسو sensitivity. most antibiotic to be used. مثلا المنطلط الحيول بيستعملها اشياء زي السيبروفلوكساسين. طيب لو لقيت الكثير شديد. وبعد كده عملت المزرعة و طلعت لي ما في جرسوما. نو جرس انكالشر. استيرايل بايوريا. معناها. او كافية بايوريا لكن ما في جرسوما و فكتيريا ظهرت معناها ممكن اشيكو من السبب. يعني ما دازول عندو. سل في الكدنيك في الكلا. سل. اللي هي الرينال تيوبركولوزيس. because mycobacterium is cultured and take one week or more. الميديا بتاعتها تختلف من بتاعت البكتيريا. ام وبتحتاج ان يزبوح كامل على سنة تنمو. causes of eurysritis. طيب اش الحاجات تعمل التهابات في اليوريسرا. مرض الجنسية زي القنورية. ام و الكوكلاميديا. ناس تتصرف الوصول و اصدقائنا عن كلام بطيئ يوريز تنتظر جنسيا يقول بي ديشارج عادة بيكون في فرازات بيكون في بيرني مكتوريشن لاتهبات صغار في البول و نوكروس بيكون يحبات صغار في البول وكمان هم ديال ما ينمو يعني ويجي يجيك بحرقان في البول و تطلع ما في جرسومة لانه ممكن تكون مرض من الامراد المقولة جنسيا ترايكمونوس عادة بيكون نوكروس ما بتنمية جرسومة بطوي كان سيز أورغنيزم في الميكروسكوب الستون والتيومرس كمان لما يكون في حصاوي او في أورام بسبب الالتهابات لانه بتعمل انسيدات لكن ما بلقى في بكتيريا ولو رقيت عادة نقولنا ربي سيز وبالسلس معناها في أكيود غلوماريونفرايت ازا احيانا ألقى في بالسلس و بلقى في قرية دم حمراء لكن ما يسكون السبب الالتهابات في البول ولكن السبب أكيود غلوماريونفرايتز و ده عبارة عن شنو أكيود غلوماريونفرايتز أوتوميون بطنط بكتيريا اللي هو ايش هو سبب أحد جولتهاب في اللواز وجهاز المناعة هاجم الجرسومة الهاجمة اللواز دية وبندوق من غير ما يعرف كمان هاجم الكلا فسبب أكيود غلوماريونفرايتز و بلقى في أر بي سيز وبصاص فالأكيود غلوماريونفرايتز هي أوتوميون مناعة ذاتية لكن ما في بكتيريا النوى وبكتيريا وهي كومبيكيشنFued غلوماريونفرايتز عبارة عن واحدة من المضعفات التنسولايتز مضعافات التنسولايتز طيب الجنرال انفكشن عادة الأمراض Usually SEXULI Transmit Physiquement أو sexual transmitted Infection a Aujourd'hui بيكون عادة عندهم ايش عندهم فرازات واسر طروحات وعادة بيكون في شيء في كل السيستيم بالنسبة لحظة الناس الذين لديهم ايدز النونسكتشول ترانسفيدة في البكتيريا في حالة الانتيريو بكتيريا في حالة الديليبريز نعمل سنسيفيدة في تستيميزة ممكن نكون براز طريقة القاس للخاطئة خلط الجراسين مثلا زي بتاعة الانتيريو بكتيريا راحة لجهاز البولي طيب لو احد جاء بيشتكي من ديس شارج يعني فرازات في الاكهزة التناسلية ايش السبب ممكن يكون ممكن تكون نيسيريا كنوريل ناس الزيالان والحاجات دي والكلاميديا تراكوميتس واليوري بلاسما يوريتريكا بفور واز ميكو بلاسما بط إتس فاون تو سيكريت يورياز ان انزايم فابقى دي لو لقيت في دسجار فابقى الناسيريا كنوريل والكلاميديا كلها دامر التناسلية تنتقل بجهاز التناسلية والكزف ألصر تغرحات لو احد لقينا مثلا جاء يشتكي من تغرحات في الاعضاء التناسلية عادة بيكون ايش السبب الزهري 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 هو السيلان والهيموفلس دكرياي وبعض انواع الكلاميديا في حاجة كده مهمة جدا نازم نفريجها بين الترونيومة باليدام والهيموفلس دكرياي الترونيومة الألصر حقتها هارد ألصر قوية والهيموفلس دكرياي الألصر القرحة بتاعتها بتكون ويت ألصر طيب فيروس ممكن احيانا تكون في تغرحات ما بسبب الأمراض التناسلية ولكن بسبب فيروسات زي الهيربي السيمبليكس فيروس واليومان بابللومة فيروس سام بكتيريا قوية انفكشن بتكون اسمتماتيك أو ديزيز تكون مغير أعراض طيب حكلمونا هنا عن الزهري أو السيلان التربونيما هم ذي الاسبايرل يعني كده بقول لانشنو سبايرل شيت سبايرل شيت سبايرل شيت سبايرل شيت سبايرل شيت سبايرل بكتيريا نوت استريت يعني ما بتكون حلزونية كده وتكون مستقيمة وفيه ثلاثة نواع منها التربونيما بلدام وبريليا ولوبتسيبيريا زي المرتلتي ثرو ايضر الحركة بتاعتها عن طريق الكويلس أو انها تعمل روتاشن أو تعمل تنحني التربونيما 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 بتكون جريبة جدا من بعضها منتظمة ضعيفة أقلة من 2 مليمتر واللنكس بتاعها أقلة من 7 إلى 8 ميكرو ميتر باكتيريا بتكون أكبر ملطفة وكبيرة تكون 15 مليمتر مايكرو ميتر اللوكتبسيبيريميا صغيرة زي سلسر تكون الخلايا قريبة من بعضها عن السين وضعيفة زي انت تالو بيكون هوكت بيكون عامل زي الخطاف زي سبيرتشيد تنط ها فلاقلة ما عندها فلاقلة هداب أكثر بكتيريا بطفها فيلمينتز إنسايد بضيء في داخل الكائنات الحياة كنتراكتايل فيلمينتز تسبب في الحركة أيضا بنتينج أو روتاتين يعني عن طريق البند أو والزا فلاقلة تكون غارج الجسم طيب قلنا التربونيما أخذنا واحد من النوع دية السبيرتشيتس دية تتكلم عن التربونيما بالدم ما هي التربونيما بالدم هو الزهري أو السيفلس 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 سيفلس سيفلس الحاجة الكويسة منه معينه مضعفات خطيرة جدا إلا أنه يستجيب بسرعة للمنتزلات الحيوية البنسلين لو الواحد انتبه له فهذا السبب الآن فهذا السبب الآن مش منتشر كال الحلزونية الشاحبة البال سبيلتشيتس لازم نعرف إنه سيفلس سيفلس لا نستطيع أن نشوفه باللاين ميكروسكوب لأنه ضعيف جدا وهو التربونيما بالدم لا نستطيع أن نشوفه في البداية سيفلس بالدارك راون ميكروسكوب وحسن طريقة شبات تربونيما بالدم عن طريقة الفلوريسانت ميكروسكوب كيف ينتقل السيفلس بالطريقة الجنسية سيفلسي من الزمان بس الآن مش موجود الكلام دي وكون جنيتا من الأم لجنينا human to human transmission من إنسان إلى إنسان طيب العادة أن الأورغنيزم يجري للغشية المخاطية start to multiply appear as swelling أو الحاجة ماذا يحدث؟ يحدث تدخم بعدين تحدث قرحات البوكس برايمر يمشي بمراحل السيفلس أو تربونيما بالدم عندها مراحل في جسم الإنسان عند الثورة الأولية أو المرحلة الأولية أو تدخم السيفلس أو تربونيما بالدم تدخم تدخم الثورة الأولية الثورة الأولية يعني بعد الإتصال الجنسي مثل الإنسان لنغل المرض بأسبوع تبدأ تصهر القرحة قرحة غوية الثورة الأولية لا تكون فيها ألم و هذا السبب الذي يجعله أنه لا ينتبه لها الواحد لا ينتبه لها يستيقى في 3 وقت تجلس 3 أسابيع يمكن أن تكون فيها تدخم في الغوضة الأولية زند سبير حتى تدخم الغوضة الأولية لا يكون مؤلم و بعد ذلك تختفي الواحد لا ينتبه لها كثير مرحلة الثانية الانتر تدخل الجرس تدخل في الدم تسبب حرارة وراش ويحمل قودة لنفاوية في كل الجسم وألصر من برين تغروحات في الغشية المخاطية الفم طيب الألصر اللي بيعملوا في الفم دي في داخل الفم طريق المخاطر السجنة الألصر السجنة ألصر تنتظر ثلاثة 4 أجهزة السجنة ثم تختفي الألصر السجنة السجنة تقوم بحيات الأرصد فترة شهر بعدها تتأخذ لتأخذ ثم تتأخذ لتأخذ أولاً فترة شهر فترة شهر فترة شهر فترة شهر فترة شهر فترة شهر ويعمل جرانيولوما. الجرانيولوما ديه في اللاتن استاج اسمه غوما. اسمه غوما. في المرحلة اللاتن استاج اسمه غوما. ويعمل ما يسمى بالغوما. غوما دي حاجة تحطي من الأنسية. القوما ديه قام مثلا في الأبهر شرطان الأورطة. مثلا في السين استمشي الجهاز العصبي. أو في الجوينت. قطهات ممكن تبعد في داخلها القوما ديه. وتعمل أورتك أنيوريزم. وفي الجهاز العصبي حسب ما هي قاعدة وين. لأن هي كأنها ورم. ممكن يتمشي الجهاز العصبي في اسمين الكور تعمل براليس الشلل. وبيقولوا عليه تابس دورساليس. في الجوينت تعمل براليس الشلل. ممكن تعمل براليس براليس. يعني كل الشلل في كل الجسم. في الجوينت ممكن تعمل براليس الشلل في الجوينت وممكن تحطم لنا الجوينت. طيب. ممكن تعمل براليس الشلل في الجوينت وممكن تعمل براليس الشلل. طيب. قلنا. كيف بيكون الدياغنوز التشخيص من التشانكر. التشانكر اللي هي القروحة اللي إيدة دي. كيف تضغط عليها الدكتور اللي بيقوم بياخد العين دي لازم يعمل حرصه شديد لانه معضية شديد. يشير من الدكتور دي ياخد العين وبعد كده يخطها تحت المكر يشوفه. ويعمل سيرولوجي لكفور انتباضي يفتش الاقسام المضادة للأورجنزم من البرامري ستيج فورورد. نان اسبيسيفيك تيست. ايزي تبرفورم وتشيب ولكفور ذا انتباضي اغانست. اللي هي عندي هاي دا انتباضي جين فورم دستركشن ايجا تبدي هاي دا انتباضي جين فورم ايزي تلك الحليل انتباضي جين جين ؟ بممكن انجسة نفس الحليل دي اللي بلقي فيه هو بلقي فورم الانتباضي جين لان بلقي انتباضي دا انتباضي جيد من البرامري واليشماني والملاري والليبروسي وفي الناس اللي عنده المهلاب والي روماتيز مع السيكمية جوبيس روماتوازيز بالخطأ ممكن انا بتقريبا عندهم سيفليس بس هم عندهم امراض زي كده لان خطى الانتجين لكنه very sensitive if it was negative we do not perform the other if positive we perform it example of this video يعني انا لو لقيته سالب معنا هو الواحد ما عنده الجرسو ماذي اما لو قيته ايجابي ممكن نمشي لتحليل تاني لانه ممكن يكون هو وممكن نكون مهو مثلا ممكن اعمل تست واحد من حاجات الانتجينات عندي البي ر بي ار والترس تست دي كل نوع وبلغة عندي سبسيفيك تست لكل الامتباضي اجاني ستر تريبونيما واهم واحد فيهم الاف تي اي او الالايزة تست بعمل البي سي ار عشان افتش النيوكليك اسيد بطاعة الورغنيزم اه لما اجي اتابع الواحد بعد كده في العيادة باستعمل البي دي ار ال اي في تواز بوزيطيف انزا ستاب لو كان البوزيطيف انا افتر تريتمنت وانو البي سكسفول لو جيت لقيته بعد كده اه والواحد السياب للعلاج بلقى البي دي ار ال تست بلقى هنا قدف اه طيب الكونجينيتل الكونجينيتل سيفليس دي اه مع اخر سطرين دي اللي هو كونجينيتل سيفليس السيفليس اللي ياخذ الجنين من امه عادة بحصل في السكند رايميست لو حصل السيفليس اللي ام جاهها سيلان اه وسيفليس في الحمل في اسبوع السكند رايميستر بحصلها بورشن ميجحاض ولوجها في السيرت رايميستر البيبي والبي بورم هاذنج سيفليس البيبي لما يتولد بيكون عنده سيفليس